هذا وقد قام متطوع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية بتعبئة عشرة ألاف سندوق للمواد الغدائية ضمن مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف في ست عشرة محافظة يأتي ذلك فيما اجتدبت عمليات التعبئة والتوزيع عددا كبيرا من الشباب المتطوع في إطار المبادرة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك أطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مبادرة كتف في كتف في ست عشرة محافظة على مستوى الجمهورية حيث تشمل الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى مائة وستين ألف وقبة وثلاثين ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات ففي محافظة الإسماعيلية قام متطوع التحالف بتعبئة عشرة ألاف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف وذلك بأحد نواد المحافظة على ضفاف بحيرة التمساح نحن النهاردة جايين جمعية رسالة جايين بعشر تلاف كرتونة هنعبيهم عشان نوزعهم على الفئة الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني قوام القرتونة فيها سكر فيها رز فيها مقارونة عتس لبيا فول فيها سمنة فيها ملح كمان جايين النهاردة بطن من اللحوم ألف كيلو عملين معرض ملابس للفئة الأولى بالرعاية عمليات تعبئة وتوزيع المساعدات ساهمت في جذب الكثير من المتطوعين من الشباب بالإسماعيلية وذلك بالتوازي مع توزيع كميات كبيرة من اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجا نهاردة عندنا حفلة للأطفال لخمسمائة طفل ومعرض ملابس لخمسمائة أسرة وهنعبي إن شاء الله التارجد بتاعنا نهاردة عشر تلاف كرتونة مبادرة كتف في كتف الأكبر في إطار الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف نقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا في أوقات يعاني فيها العالم أزمات اقتصادية متفاقمة